اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدثة في تركيا استدعت اليوم وزارة الخارجية التركية سفير أوسلو لدى أنقرة ايرلينغ سكونس بيرغ إثرى تلقيها معلومات حول استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم غدا الجمعة في النرويش وابلغت الوزارة سكونس بيرغ إدانتها شديدة لنهج النرويج حيال عدم منع هذا العمل الاستفزازي الذي يعتبر جريمة كراهية بشكل واضح بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية وأكدت الخارجية التركية للسفير أن هذا الموقف غير مقبول وأنها تنتظر من النرويج عدم السماح بتنفيذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة